جمال الشماخ جمال الشماخ لاعب مغربي يلعب حسنية غدير موجود مع المنتخب لعب مهم يعني لعب مميز ومن اللعيبة الرائعة جدا في مركز الظهير الايصر احنا تواصلنا مع وكيله مصطفى المقدم بخصوص العرض المقدم من النادي الاهلي لضم اللعب قال لنا التالي هذه المعلومات اللي هقولها لك دلوقتي هتكون بالنص لألهمنا المصادر اللي احنا قلناها الاول وكيل اللعب قال ان الامور بتسير بشكل جيد جدا وان اللعب هيعود الى المغرب يوم الخميس القادم بعد انتهاء معسكره مع نادي في الامارات والاهلي لم يرفع عرضه الى 700 الف دولار كما تردد واخر عرض قدمه النادي الاهلي هو 650 الف دولار ولدينا رغبة قوية في حسم المفاوضات وقال ان اللاعب يتمسك جدا بالانضمام للنادي الاهلي وقبلغ ادارة ناديه بذلك الامر والامور تسير بشكل جيد وهناك جلسة يوم الخميس لحسم الامور واللاعب يتابع ما يكتب عنه ودعم جماهير النادي الاهلي للصفقة ونعم الجاهدين وبأفضل ما لدينا لحسمها بس في نفس الوقت نفى لنا عبدالهادي السكتيوي المدير الفني لفريق حسنية الغدير الانباء المتدولة في مصر حاليا عن موافقته على رحيل ظهيره الايصر جمال الشماخ للانضمام للنادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الحالية وأكد أنه متمسك باستمرار اللاعب مع حسنية الغدير وأنه لا صحة تماما على موافقته على رحيل اللاعب وأن هذه الانباء عارية تماما من الصحة وما عندناش لاعبين للبيع لأننا عندنا إقاف قيد من الموسم الماضي دي تصريحات الوكيل اللي بيقول أن الأمور ماشى بشكل جيد بالنسبة للنادي الاهلي ودي تصريحات المدير الفني حسنية الغدير اللي بيقول أنه ما فيش صحة للكلام ده وأن اللاعب باقي في فريق حسنية الغدير أنا جبت لك الناحيتين معلوماتنا احنا بقى بعيدة عن المصادر دي أنه آه المفاوضات تسير إلى الأمام والأهلي يقترب من ضم اللعب ده الوضع يعني طيب نهاردة مصدر فيه النادي الأهلي علق لنا على تصريحات مارسي الكولر المدير الفني للفريق أمس الأحد خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة المقالون العرب اللي قال فيها أنه معترض على الصفقات الجديدة مسؤول في النادي الأهلي قال لنا أنه كلام مارسي كولر مش هيغير في الأمور أي شيء وأنه فيه قناعة شديدة بالتحركات الأخيرة في المركات ولدينا سياسة معتمدة في إدارة ملف التعاقدات ومن ثم لن نتأثر بما اعترض عليه كولر أمس في المؤتمر مع كامل التقدير والاحترام لرؤية المدرب الفنية ولكن الأهلي أيضا له نظامه وأنه لن يعدله المصدر المسؤول في النادي الأهلي قال لنا أن الكابتن محمود الخطيب وشركة الكرة ولجنة التقطيط لديهم سياستهم الخاصة في ملف التعاقدات اللي بتخدم مصلحة الفريق وبيعمل الجميع بشكل متوازي مع مطالب النادي وفقا لما هو في متناول إمكانيات النادي والمتاح في هذا الملف طيب ده الرد اللي جن من النادي الأهلي بس أحكي لك شوية كواليس مهم مارس الكولر زي أي مدرب في العالم بيبقى عنده متطلبات والله أنا عايز الظاهير الأيمن يحيى عطية الله فالأهلي يدخل في المفاوضات لضم يحيى عطية الله فيحصل مغالاة في الطلبات فالأهلي ما يعرفش يتمم صفقة يحيى عطية الله جمال الدين بالعيد المدافع الجزائري الأهلي كان على وشق برضو مبلغة في السعر اللاعب فالأهلي ما عرفش يخلص الصفقة هنا المدرب بيتدايق منطقي بس برضو النادي هيبقى عنده سقف هيبقى عنده تفاصيل مهمة تفاصيل مالية تفاصيل متعلقة باللاعبين داخل الفريق ما أنا لو جيبت لعيب ديته عقد 2 مليون دولار مثلا في الموسم ممكن يعمل لي مشكلة جوه للفرقة نفسها إن كل اللاعب عايزة تزيد يعني فيه تفاصيل كتيرة في الأمر ده الكلام ده يخص الجمهور كمان الجمهور عايز أحسن لعيبة في العالم والنادي الأهلي أكيد بطبيعة الحال هيبقى عنده سقف للتعاقدات أو سقف للرواتب فالكسة دي بقى بيحصل فيها طلاق إزاي إنه النادي الأهلي إدارة النادي الأهلي بيعودوا مع مرسي الكولر والمفروض يوصلوله الصورة بالشكل السليم بالشكل السليم عشان مرسي الكولر ما يتكلمش مرسي الكولر ما يتكلمش والناحية التانية والناحية التانية النادي الأهلي ما يبقاش مضطر يرد